يا سيد العالم كله عنده حراية مش دي ظاهرة عالمية تعالوا شوفوا الحراق المتجددة في غرب فرنسا وفي جنوب اسبانيا والبرتغال والمانيا ده حتى في بريطانيا اهو ايه دي فرنسا اهو ما شوفناش اللومون ده قالت ان فيه ارهاب يعني اهو ده فين ده في فرنسا قدام حضراتكم دي حرائق في الغابات نتيجة الجفاف شوفنا اليمين المتطرف برئاسة مارين اللوبان طلع وقال انه ده يا جماعة فيه معارضة ولا فيه ما حدش شكال اهو ده فيه المانيا في اسبانيا اهو في اسبانيا شغالين الناس الحرقة شغالة ما حدش قال للحكومة فشلة عشان مش عارفة طف الحريق كله بيتكتف للقضاء على الازمة ومكافحة الحرق اهو ده موجود فين دلوقتي في اوروبا يا جماعة في فرنسا وفي اسبانيا اهو قدامنا في قلب الغابات وده كله بيؤثر طبعا من ساحات قياسية من الغابات اوروبا راحت في في الازمة دي في فرنسا والبرتغال واسبانيا والحرق دمرت ستلاف هكتار واجلت الاف الفرنسيين بشكل غير مسبوك فرنسا والبرتغال واسبانيا واليونان وفيه اجلاء لأكتر من 30 الف شخص و60 الف هكتار يعني ارقام ارقام وحاجات تخد في اوروبا وبنعالجها وبنتناولها على انها حوادث وحرائخ نتيجة تغير مناخ دا صحيح والتصحر والجفاف دا صحيح برضو اهو دونتش فيلا بتقول حرائق تقضي على مساحات قياسية من غابات اوروبا اهو 660 الف هكتار منذ بداية العام شيء مخيف جدا يا جماعة في دول اوروبا بالتالي الحرائق موجودة في العالم كله واحنا جزء من العالم احنا الحرائق بتاعتنا عندنا ارقام وعندنا داية وعندنا نقدر نعالج ونشوف الاسباب ايه لكن كل اللي بقوله لك عشان احداث الكنيسة التلاتة مسكة هربائي فانا بقولك يا سيدي اعرف ان عندي عشرين الف عشر تلاف حدسة حريق عشر تلاف ومتين بالزبط عشر تلاف ومتين مسكة هربائي سنوية سنويا يعني في اليوم حولي 27 في اليوم الواحد دا ايه مش كله انوعي الحرائق حرائق مسكة هربائي بس اللي نتيجة مسكة هربائي بس ليس تبريرا مني ولا محاولة لتغيير وجه الحقيقة او ان انا عايزك تفكر غزبا لعنك انا بقولك معلومات ونتفكر فيها بقولك ارقام ونتفكر فيها بقول لحضرتك انه احنا عايزين نغير طريق التفكيرنا انا اما بحصل حاجة مثلا حصل حدثة حافلة بتقل سياح في منطقة من المنطقة الصحية برجع لزميلي بقول لهم عايزين نشوف عرض الحوارث اللي حصلت في السنة والشهر اللي احنا فيه شهر ايه قاله شهر مايو وشهر مايو دا في ايه عايزة اربط يمكن فيه حاجة بتحصل في هذا التوقيت انا النهاردة كنت بحاول مع زميلي ان احنا نشوف هل فيه علاقة بين شهر اغسطس وبين الحرائق دي عايزة دراسة اخرى ما قدرتش اوصل لربط بين شهر ثمانية شهر اغسطس عشان فيه درجة الحرائق مرتفعة جدا وبين الحرائق ما قدرتش اوصلها يعني ربما يكون فيه حد اقدر على قراءة الموضوع وربطه بشكل وباخر دخليني